تعمل دارة الملك عبد العزيز على إنتاج وتحقيق الكتب التي تختم تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية وطباعتها وترجمتها وسعياً منها لإتاحة المعرفة وتسهيل الوصول إليها كان مشروع الخلاصات هذا والآن نترككم مع خلاصة هذا الكتاب ملخص كتاب نهضة الجزيرة العربية تأليف دكتور جورج خير الله ترجمة وديع فلسطين الناشر دارة الملك عبد العزيز المقدمة الملك عبد العزيز آل سعود هو مؤسس المملكة العربية السعودية رجل كان من المحتمل أن يحسب في عداد أي جيل أو بلد ولكنه نهض من الشدة بقوة من الله عز وجل ثم بقوة ساعده ووحدة هدفه فلما شعث القبائل ووحد صفوفها في دولة واحدة وهو الذي قادها بحنكته إلى طريق الروقي والنهضة يسرد هذا الكتاب شيئا من تاريخ جزيرة العرب وصولا إلى حكم الملك عبد العزيز وجهوده في النهوض بهذه الجزيرة وهذا الكتاب مكتوب بالأصل للقارئ الأمريكي وقد نشرته مطبعة جامعة نيو مكسيكو في عام 1952 للميلاد بوصفه محاولة جادة من جانب الدكتور خير الله لتقديم صورة صادقة عن المملكة العربية السعودية للقارئ الأمريكي في واديي النيل والفرات خطى الإنسان أولى خطاه في مراحل التقدم والرقي فهنا بدأت الحضارة تزدهر وتستقبل عهود إشراقها وأيا كانت أسبقية بداية الحضارة بين الواديين سواء كان النيل هو الأسبق أم الفرات فقد كان حظ مصر أوفر من حظ الفرات لأن الحجارة عند المصريين كانت وسيلة التعبير أما وادي الفرات فلم يكن يعرف سوى الطمي والفخار وكان نتيجة ذلك أن أصبح معظم ما صنعوه عرضة للفناء النسبي ومن تلك الحضارات نعرف أن شعوب جزيرة العرب الذين كانوا يتكلمون لهاجات متفاوتة للغة أساسية واحدة هم بعثوا حضارات عريقة كحضارة الأكاديين التي تعود إلى ثلاثة آلاف عام قبل عصر عيسى عليه السلام وحضارة العموريين في بابل وحضارة الأشوريين التي خلفت لنا مكتبات تحتوي إحداها على 22 ألف لوح هي الآن محفوظة في المتحف البريطاني وحضارة البابليين التي أثمرت العلوم ابتداء من عام 604 قبل الميلاد إن حضارتنا الأولى إذن هي حضارة أوجدها العرب حضارة سومر الأكادية والحضارة البابلية والأشورية جميع هذه الحضارات وغيرها أنشأها عرب رحل استقروا بالقرب من موارد الماء ولهذا فبدلا من أن نجمع شمل هذه الشعوب جميعا ونصفها بأنها سامية يحسن أن نطلق عليها اسم الأسرة العربية الكبيرة قبل خمسة ألاف عام وفي هذه الأرض عينها كتبت بأقلام من المعدن والقصب حسابات وأرقام على ألواح من الجير والفخار لا تزال محفوظة حتى هذا اليوم فالتقويم البابلي لا يزال يستخدمه اليهود الشرقيون وأيضا المسلمون كما أن البابليين ابتدعوا قديما قانونا رياضيا عشريا غير أنهم تخلوا عن هذا النظام فيما بعد واتخذوا نظاما آخر أساسه الرقم ستون لسهولة قابليته للتجزئة والتقسيم ولا نزال في يومنا هذا نأخذ بهذا النظام الستيني في قياس الزوايا والوقت كما أننا لا نزال نتبع تقسيمهم للسنة إلى 12 شهرا وللأسبوع إلى 7 أيام والرطل الذي نعرفه اليوم هو الميناء الذي ابتدعه البابليون كما أنهم ابتدعوا أساليبا للقياس غير المباشر في الهندسة معجزة محمد صلى الله عليه وسلم لا بد للمرء أن يعود إلى الوراء نحو 1400 عام حتى يتبين الأسس الأولى التي قام عليها منهاج الحياة والحضارة الديني الاجتماعي الذي غدى اليوم هاديا لنحو خمس سكان الأرض وأعني به الإسلام كما يفهمه العالم الغربي وكما يعرفه المسلم والبقعة التي ظهر فيها الإسلام للمرة الأولى تقع في اليابسة على بعد 50 ميلا من ساحل البحر الأحمر حيث وجد وادي صغير بلا زرع تحيط به تلال عارية وقد صار هذا الوادي بسبب ما يتمتع به من موقع استراتيجي مركزا للقوافل خصوصا أن فيه الكعبة وبئر زمزم ولما كانت هذه البقعة في مفترق طبيعي للطرق المتجهة شمالا وجنوبا وشرقا فقد أصبحت مركزا للتجارة تعبره القبائل المترحلة وهناك أقامت القبائل أصنامها حول بيت العبادة وقد تملكت قبيلة قريش هذه البقعة بحق الشفعة ونصبت نفسها سيدة على البيت وحامية له وكانت أسرة عبد المطلب مع ما لها من منزلة رفيعة من أفقر عائلات هذه القبيلة وقد انضم عبد الله أصغر أبناء هذا البيت إلى قافلة تجارية قاصدة الشام رغبة في تحسين أحواله المالية غير أن الداء الصرع ووافته منيته في يثرب لقد ترك عبد الله ابن عقب وفاته عام خمسمائة وسبعون بعد الميلاد وأطلق عليه جده اسم محمد وما كاد محمد يبلغ السادسة من عمره حتى ماتت أمه وسرعان ما لحق به جده بعد عامين فكفله عمه أبو طالب لقد أصبح محمد صلى الله عليه وسلم راعي غنم ولم يتح له أن يتعلم القراءة والكتابة ولما بلغ الثانية عشرة من عمره سافر مع عمه في إحدى القوافل إلى الشام ثم عاد منها وتكررت هذه الرحلة عندما استهل العقد الثالث من عمره واهتدى عمه إلى عمل لمحمد صلى الله عليه وسلم مع قافلة تملكها خديجة رضي الله عنها وهي أرملة واسعة الثراء في مكة وفي الخامسة والعشرين من عمره تزوج محمد صلى الله عليه وسلم هذه السيدة واكتسب باقترانه بها حبا ورفقة وهناء وقد ولدت له أربع بنات وابنا مات في طفولته وبعد أن درج محمد صلى الله عليه وسلم طور الرجولة ألف العزلة ونحى إلى التفكير والتأمل فبدأ ينفق شطرا كبيرا من وقته في الصوم والتأمل محاولا أن يفهم كنها الحياة وكان يتردد كثيرا على غار حراء على بعد بضعة أميال من مكة في اتجاه الشمال حتى نزل عليه الوحي وبدأ يدعو أهل مكة إلى وحدانية الله الذي لا شريك له وأخذ يحدثهم عن الله الخالق الذي ظهرت عظمته في كل شيء أما التعاليم التي جاء بها إلى الناس فلم يكن فيها ما لا يقبله العقل كما أنه لم يفرض على الناس واجبا يتجاوز قدرتهم وقد انطوت سنة محمد صلى الله عليه وسلم على سنن عملية سبق بها زمانه بمراحل وصارت مدعاة لعجب من لا يعرف عنه شيئا سيف الحق وامبراطورية الخير لقد نجح محمد صلى الله عليه وسلم في توحيد شعبه وجعله يوحدة متجانسة تعرف النظام ثم حول بصره إلى ما وراء تخوم بلاده إلى البلاد التي كان العرب يرزحون فيها تحت حكم البيزنطيين والفرس فجرد قبيل وفاته جيشا للتحرير أسنده إلى أسامة بن زيد فلما توفي صلى الله عليه وسلم أعد خليفته أبو بكر العدة ليشن الحملة فكانت بداية لأكبر امبراطورية عرفها العالم تلك الامبراطورية التي قدمت للعالم ألمع حضارة وأبهاها في ذلك الزمان لقد كانت جيوش المسلمين التي خرجت من جزيرة العرب متحلية بالروح العادلة السمحة وقد استطاعت أن تدحر امبراطورية الفرس شرقا وأن تهزم الامبراطورية البيزنطية الرومانية غربا وقبل أن ينقضي قرن من الزمان على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت للعرب امبراطورية ممتدة بلغت تخوم الصين وأبواب بيزنطة والمحيط الأطلنطي وبلغت هذه الامبراطورية أعظم مما بلغته روما في ذروة مجدها وشأوها واستطاع العرب بعد ذلك أن يشنوا حملتهم على إسبانيا بقيادة طارق بن زياد الذي سمي جبل طارق باسمه وكان العالم قد بدأ يشهد فلسفة ومنهاج للفتوحات لم يكن لها قبل مثيل ولم يعرف لها في النوادر مثيل بعد ذلك لأن منهاج العرب كان يستند إلى العدالة والرحمة والتسامح وكان الهدف الأول لهذه الفتوحات هو نشر الإسلام أما ما عدا ذلك من أمور فقد كانت ثانوية القدر ولما حل عام ثمانمائة وثمانية وتسعين للهجرة كان العرب قد أقصوا من إسبانيا وفي ذلك الحين أخذ نجم الترك يزداد لمعانا إذ نجحوا في إرساء دعائمهم ليكون الرأس المدبر للشرق الأدنى وقد استمر زمان سلطانهم أربعمائة سنة ومع تقادم الزمان بدأت الدولة العثمانية بالضعف فكان مآل الترك كمآل العرب الذين حكموهم انهيارا وتداعيا آل سعود النجم الطالع إن من أبرز المصلحين وأوسعهم نفوذا ومجالا بعد العهد الإسلامي الأول الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي لقي تأييدا قويا وفعالا من محمد بن سعود أحد أجداد الملك عبد العزيز وقد نجح تأثير حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى بثنا نلمسه إلى يومنا هذا وقد نالت حركة الإصلاح التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب المنزلة الرفيعة في العصور الأخيرة لأن آل سعود ساروا بها وصاروا في الطليعة والمقدمة ولما بدأ الإمام محمد بن سعود في تأسيس الدولة كانت الجزيرة العربية شتاتا من الدويلات وكان أبرز زعمائها أشراف الحجاز وكان بن خالد في الأحساء وما جاورها وآلم عمر في نجد والسعدون في العراق وإمام صنعاء في اليمن والسادة في نجران وسلطان في عمان وكانت كل من هذه الدويلات تتسع وتندمج وفقا لقدرة زعمائها على الاعتداء والهجوم وقد نجح آل سعود في تأسيس دولة واسعة وترتب على هذه الدولة أن اختار آل سعود معنا خاصا للقب إمام وفيما يتعلق بأمراء آل سعود وهم الذين شيدوا مجدهم ونهضتهم على أساس من الدين كان من يستلم زمام الحكم يجمع بين لقبي الإمام والأمير قيام عبد العزيز آل سعود عبد العزيز هو ابن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود رحمه الله مؤسس المملكة العربية السعودية وقد ولد عبد العزيز في يوم التاسع والعشرون منذ الحجة سنة 1292 للهجرة في وقت كانت أسرة آل سعود في ضعف نتيجة للخسائر والأهوال التي أنزلها جيش إبراهيم باشا المؤلف من أتراك وعرب وأوربيين ومغاربيين ونتيجة لمنازعات أبناء الإمام فيصل على من يخلفه والإمام عبد الرحمن والد عبد العزيز كان رجل سلام فلم يشترك في الخصومات التي شجرت بين أعضاء الأسرة بل عمد إلى التخلي عن جميع حقوقه الشخصية رغبة منه في توحيد الشعب غير أن الهزيمة والخصومة فككتا جميع العرى حتى استطاع الرشيديون أن ينتهزوا فرص الإضطراب في نجد فاستولوا على زمام السلطة الكاملة وفي سنة 1317 للهجرة 1900 للميلاد بدأ الترك يشجعون إبن رشيد في مطامعه للسيطرة على الكويت بوصفها منفذا وميناء إلى نجد وكان الشيخ مبارك الصباح شيخ الكويت يفكر تفكيرا على نقيض ذلك تماما إذ إنه يطمع أن يصبح حاكم نجد فأخذ مبارك يؤثر في عبدالعزيز تأثيرا بالغ الأثر كان عبدالعزيز آنذاك شابا جادا دا هدف وغاية حازما في هدفه وكانت حياة الصحراء تلائمه وكان أبناء عمومته يذعنون له رغم تقدمهم عليه في السن وقد استقى ذلك الشاب عبدالعزيز الصامت اليقظ الوقور الكثير من الحكمة والحنكة السياسية من حياته مع والده وأسرته وفي سنة 1319 للهجرة غادر عبدالعزيز الكويت ومعه مئتان من الريالات الفضية وثلاثون رأسا من الإبل وأربعون رجلا منهم أخوه محمد وأبناء عمومته عبدالعزيز وفهد وعبدالله أنجال جلوي وناصر بن سعود وأعوانهم وكان الهدف الأول منطقة جنوب نجد حيث كان للأسرة كثير من الأتباع بين القبائل وسكان المدن وكانت الخطة تقضي بمضايقة أتباع بن رشيد واسترداد الرياض إذا أمكن وفي أثناء الرحلة جمعوا متطوعين من القبائل وأخذ عدد هؤلاء المتطوعين يزداد حتى بلغ جيشه 1400 فارس وكانت هذه القوة تغير على أتباع بن رشيد أينما وجدوا وقد أحنق هذا التصرف بن رشيد فاحتج إلى حلفائه الترك وعندئذ أصدر الترك أمرا إلى حاكم الأحساء بأن لا يسمح لعبد العزيز وأتباعه أن يأخذوا مؤنهم من بلاده وهكذا وجدت القبائل أنها بلا مؤن والربيع مقبل فتفرقت في مراعيها لتتأهب لموسم الزرع والراعي وبقي ابن سعود ومعه رفاقه الثلاثة والستون الأصلاة غير أن عزيمته لم تنثني فقد عول على أن يحقق هدفه أو يموت ولم يعدل عن هذا العزم قط فسار عبد العزيز ومن معه وسط الربع الخالي حتى وصل قرب الرياض وكان بن رشيد هدم سور البلد والمحل الذي يقيم به الأمير المنصب من قبله حيث يقع في هذا المكان قصر للإمام عبد الله هدمه أبن رشيد أيضا وأبقى فيه القلعة المسمات بالمصمك أثناء الليل أغار عبد العزيز على القصر بهدوء وقد استغرقت هذه المهمة وقتا وجيزا وكان القتال شديدا في الدور الثاني من القلعة حيث قتل فيها عجلان ابن جلوي وقتل غيره من قتل وبعد قليل خرج المنادون إلى المدينة يعلنون للشعب أن عجلان قد قتل وأن الحكم صار لله أولا ثم لعبد العزيز آل سعود كان ذلك في يوم الخامس من شوال سنة 1319 للهجرة وهذه هي النقطة التي بدأ منها بزوغ نجم عبد العزيز حتى تسنم منزلة الصدارة في جزيرة العرب وقد احتاج عبد العزيز رحمه الله إلى 32 عاما ليبلغ ذروة المجد دخول الحجاز في حكم ابن سعود في سنة 1342 للهجرة جاء زعماء القبائل ليهنئوا ابن سعود بعيد الأطحى فسألهم عن موقفهم من التوجه نحو الحجاز وليس بالأمر حاجة إلى التكاهن بردهم إذ إنهم اغتبطوا بهذا القرار ليتاح لهم أخيرا أن يعيدوا الدين القويم إلى الحرم الشريف فعادوا إلى ديارهم وأخذوا يتأهبون لما تاقت إليه نفوسهم طويلا من الحج وهو أمر ميسور عندهم فليس المرء منهم في حاجة إلى أكثر من جمل وحافظة فيها تمر مجفف وهكذا تأهبوا حاشد الجيش السعودي قواته في تربة وكان قوامه ثلاثة آلاف رجل موزعين على ستة عشرة وحدة جندت من مناطق شتى وعلى رأس كل وحدة منها أمير يحمل راية المنطقة التي جاء منها وبدأ الجيش يزحف ليحقق هدفه وفي الطائف تلقى الجنرال صبري باشا أوامرا من حكومة الحجاز أن يذود عن البلدة وكان تحت إمرته أربعمائة من الجنود النظاميين وكميات كبيرة من الدخيرة ومدافع الجبال والمدافع الرشاشة فزحف بهذه جميعا من الطائف ليقابل السعوديين وفي المعركة التي نشبت استطاع أن ينزل خسائر فادحة بالمهاجمين ولكنه أكره آخر الأمر على التقهقر إلى البلدة كانت هذه مجرد بداية فحدث بعد ذلك أن أوفد الحسين شريف الحجاز ابنه عليا ومعه فرسان وهجانة لإنجاد الحامية وعندئذ بدأ الصراع الحقيقي استغرقت المعركة أربعة أيام وانتهت بعد هجوم مستبسل بدخول الطائف في يوم الثامن من صفر سنة 1343 للهجرة أما بدو الحجاز الذين كانوا قد تطوعوا في جيش الأشراف فقد هجروهم وانحازوا إلى جيش عبد العزيز دب الذعر في نفوس أهل الحجاز والتمسوا من الحسين أن يتنازل عن الحكم لعلي بنه ففعل ذلك وبعد ذلك جمع أفراد أسرته وعددا كبيرا من أهل مكة واتجه إلى ميناء جدة مسرعا وأبحر منها إلى الخارج أما فيما يتعلق بالأهالي أنفسهم فلم يكن ثم تداعي لاستمرار دعرهم لأن ابن سعود أصدر أوامره إلى الإخوان بعدم دخول مكة محاربين بل حجاجا فأدعنوا لأوامره وفعلوا ذلك ولم يقتلوا أحدا أما أهل مكة المكرمة الذين ظلوا فيها ولم يفروا منها فقد عادت إليهم طمأنينتهم وصارت مكة المكرمة ترفل في حلل من السلام في ظل أحد رجال ابن سعود الشريف خالد بن لؤي ولحق به ابن سعود في جماد الأولى سنة 1343 للهجرة وسرعان ما صدرت أوامر جديدة إلى الجيوش بأن تحاصر المدينة المنورة وجدة وفي أثناء حصار المدينتين جرت محاولات للتوسط ولكن ابن سعود اعتذر عن عدم قبولها بلباقة الدبلوماسي وخرج من جميع المحادثات وهو يضمير نية طيبة تجاه أولئك الذين رفض مقترحاتهم واستمر حصار المدينتين وبعد عشرة أشهر استسلمت المدينة إلى الأمير محمد وهو نجل بن سعود البالغ من العمر آنذاك أربعة عشر عاما وكان ذلك في التاسع عشر من جماد الأولى سنة 1344 للهجرة وبعد حصار دام سنة كاملة على جدة استجاب حاكمها لرغبة أهل جدة وأبحر من الميناء ولم يعد إليه بعد ذلك وفي يوم السادس من جماد الآخر سنة 1344 للهجرة استسلمت جدة لابن سعود وبدخول الحجاز صار الرجل الذي كان ذات يوم شابا ذا هدف وغاية والذي كانت أمنيته العظمى هي استرداد الدولة السعودية صار في الرابعة والأربعين من عمره يحكم رقعة شاسعة تمتد من الخليج العربي إلى البحر الأحمر ومن العراق والأردن إلى تخوم الدولات الساحلية الواقعة في جنوب الجزيرة العربية وجنوبها الشرقي قطر وعمان وحضرموت واليمن وأصبح بذلك حاكما على هذه الرقعة الشاسعة أخذ عن الغرب المشاركة حقق عبد العزيز الجانب الثاني من مهمته وهو توحيد الجزيرة العربية وكنذا آمال أخرى يروم أن يحققها لشعبه فقد أراد أن يجعل حياتهم ثرية وأن يدخل عليها البهاء ومما زاد الملك أملا ورجاء أن رجلا نيوزيلنديا يدعى الميغر فرانك هولمز قام بنشاط حيوي واسع عندما جئ به إلى البحرين ليشارك في البحث عن مورد الماء واستثماره وفي سنة 1342 للهجرة عبر البحر إلى المملكة العربية السعودية وفي العام التالي أقنع بن سعود أن يمنحه امتياز التنقيب عن المعادن والبترول في منطقة مساحتها 30 ألف ميل مربع في إقليم الأحساء غير أن هذا المسعى لم يكلل بالنجاح حتى انقضت مدة الامتياز في إقليم الأحساء كانت هذه البداية إلى أن انتقلت امتيازات التنقيب إلى عدة شركات عالمية وصولا إلى شركة أرامكو الأمريكية وفي سنة 1368 للهجرة بلغ عدد موظفي الشركة رقما قياسيا يزيد على 20 ألفا منهم ما يزيد على 12 ألف عربي وأنشئت ثلاث مدن جديدة كانت صحراء جرداء قبل ست سنوات من هذا التاريخ وهي الظهران حيث المقر الرئيس للشركة ورأس تنورة حيث معمل التكرير وثغر أنبوب البترول وبقيق حيث مركز الإنتاج ولهذه المدن منظر مبهج ففيها مساحات واسعة بها كم هائل من المنشآت الصناعية وأنواع شتى من المخازن والورش وحضائر السيارات وأحياء ضخمة من المباني وغرف النوم والمكاتب والمعاهد والمستشفيات ومباني الترفيه والحوانيت وقاعات الطعام والطرق المعبدة والإضاءة الكهربائية وسيارات الأجرة أما الأموال المستثمرة في صناعة البترول فقد بلغت جملتها حتى عام 1370 للهجرة ما يزيد على 394 مليون دولار يضاف إليها مبلغ 147 مليون دولار أنفقت في مد أنبوب البترول عبر البلاد العربية مسافة 1075 ميلاً وصفة القول إن 18 عاماً كانت كافية لتقدم للعالم برهاناً ناصعاً على أن أراضي المملكة العربية السعودية ذات رصيد مدخر وافر من البترول كما برهنت هذه السنوات على أن ابن سعود رحمه الله كان على حق عندما اعتقد أن تحت سطح الرمال الشاسعة الجدباء ما قد يحقق له حلماً طالما داعبه ليثري حياة شعبه ويدخل عليها البهاء أرض تغيرت إن التقدم الذي عمل ابن سعود على تحقيقه خطى في عشرات قليلة من السنين خطاً تستغرق قروناً طويلة فقد قام بإنشاء مباني جديدة ومعاهداً ومستشفيات ومد طرقاً وبنى موانياً وأرصفة ووفر الماء ونشر الكهرباء وعني بأمور الصحة ونفذ مشروعاً ضخماً لخط سكة حديد ميناء الدمام في عرض البحر وما هذه إلا رؤوس موضوعات للمشروعات التي قام بها ابن سعود وكلفته أكثر من عشرين مليون دولار ومدينة جدة نفسها مصداق رائع لذلك لقد كان هذا الميناء الذي يفضي إلى الحجاز والذي يتدفق منه كل عام حجيج قادمون من جميع أنحاء العالم منذ قرون طويلة مضت كان هذا الميناء يعد قبل عهد ابن سعود بقعة من أقل بقاع المنطقة الاستوائية أما اليوم فقد صارت مدينة جدة مدينة مزدهرة جديرة بأن تسمى لؤلؤة البحر الأحمر لقد أنشأ الملك عبد العزيز على مسافة طويلة من طريق الحجيج بين جدة ومكة المكرمة سبولاً للماء ودوراً للاستراحة حيث يستطيع الزائرون أن يجدوا شيئاً من الراحة وأن يتوضأوا ولا ننسى أن نضيف إلى هذه التحسينات رصف طريق طولة 47 ميلاً لقد تابعت مدينة الرياض أيضاً ركب التقدم والتطور فكما هو حال عروس البحر الأحمر كذلك حال مدينة الرياض فالزائر لها بطريق الجو يرى فيها ميناء جوياً ممتازاً ذا ممرين لهبوط الطائرات طول أحدهما ستة آلاف قدم وطول الثاني خمسة آلاف وخمسمائة قدم وثمت كذلك مبنى ضخم يضم مكاتب الإدارة ووسائل للإضاءة تطابق أحدث المواصفات والمطالب وورش كاملة وحضائر لإصلاح الطائرات وأحياء لسكن المستخدمين في المطار ازدهار الصحراء في الخرج على بعد 56 ميلاً جنوب الرياض مشروع زراعي عظيم على مساحة قدرها ثلاثة آلاف فدان يرمز إلى الجهود الجبارة التي يقوم بها ابن سعود وحكومته لجعل المملكة العربية السعودية قادرة على أن تكفي نفسها بنفسها في أمر المواد الغذائية لم تكن هذه مهمة سهلة فقد كانت هناك عقبات كثيرة بعضها عقبات طبيعية كالجبال التي يجب تذليلها والأخرى عقبات نفسية ولكن ابن سعود اعتزم أن يحقق أحلامه مستمداً من بعد نظره حافزاً لا يثنيه عن الإنفاق ولا يصيبه بالملل من طول الوقت الذي يستغرقه تنفيذ المشروعات تبين الملك عبد العزيز إمكانية تحويل الخرج إلى مزرعة كبيرة بسبب كثرة ما فيها من عيون ماء جار وبفضل جودة تربتها نتيجة لترسب الطمي في الوادي وطلب عبد العزيز من شركة أرامكو المساعدة في استثمار إمكانيات الماء ونتيجة للبحوث التي أجريت أنشئت مضخات تعمل بالديزل وحفرت قناة طولها أحد عشر ميلاً فكان هذا العمل حافزاً كبيراً لنجاح المشروع وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تولت شركة أرامكو إدارة هذا المشروع لحساب حكومة المملكة العربية السعودية واستقدمت رجالاً مدربين من الولايات المتحدة معظمهم من ولاية نيو مكسيكو وأريزونا وتكساس وغيرها من ولايات أمريكا الجنوبية الغربية التي يتشابه الجو وأحوال التربة فيها مع ما في البلاد العربية واليوم تستخدم في الخرج أساليب الزراعة الحديثة فتسفر عن نتائج هي محل فخر للمملكة والمشروع يتألف في الواقع من ثلاث ضياع مساحتها نحو ثلاثين ميلاً مربعاً وتتألف كل ضيعة من وحدات صغيرة متلاسقة ويجدر بنا أن نؤكد أن مشروع الخرج مشروع خاص بالحكومة العربية السعودية قلباً وقالباً فقد فكرت فيه الحكومة ومولته أما دور شركة إرامكو فهو مجرد تقديم المساعدة على استقدام الرجال المدربين الحاذقين في بداية المشروع وقد تقاضت ثمن جميع هذه الخدمات وقد أنشأ الملك مقر إقامة له في الخرج حيث يمضي بعض الوقت من كل عام ليرعى هذا المشروع العزيز إلى قلبه ولكي ترتاض أصائل خيله أكثر بلدان العالم أمناً في المملكة العربية السعودية العدل هو أساس الملك والمحاكمات لا تطول أبداً لأنه تبين أن التأجيل يؤدي إلى عواقب غير سارة وليس هناك من يرحب بالمحامين عن المجرمين الذين يقومون بأعمال بهلوانية عاطفية فالقضاة ينتهون بسهولة إلى الحق وعن طريق مباشر ثم يفصلون في الأمر لن تستطيع دولة في العالم أن تباهي بأن الأرواح والممتلكات فيها مصونة كما هو الحال في المملكة العربية السعودية اليوم فالقوافل تقطع الأرض طولاً وعرضاً في سلام وأمن كاملين شاكرة الله وداعية أن يطيل في عمر عبد العزيز بن السعود رحمه الله رسالة أنجزت في الوقت الذي كان هذا الكتاب يؤلف كان عبد العزيز بن السعود رحمه الله قد أكمل خمسين عاماً هجرياً في زعامة الجزيرة العربية ولعلنا نذكر أنه بدأ رسالته مع ذلك النفر من أنصاره الخلص الذين كان عددهم 63 رجلاً والذين تسللوا عبر الصحراء في شوال سنة 1319 ووقفوا إلى جانبه يقاتلون حتى حققوا له أول نصر وهو استرداد الرياض وفي الأعوام التي تخللت تلك الفترة مع ما صاحبها من حروب كثيرة ونكسات كثيرة استطاع عبد العزيز أن يوحد نجداً وأن يضم الأحساء وعسيراً وأن يسوي منازعات الحدود مع اليمن وأن يجعل نفسه سيداً على الحجاز لقد وحد الجزيرة العربية ثم عكف على تطويرها من جديد فوضع حداً لحياة العصيان والحروب وبدأ حياة فضلة فهيأ لشعبه مأواً كافياً وإطعاماً كافياً وكساءاً كافياً وأنشأ المدارس وأنشأ الطرق وأقام المساجد ووفر الماء النقي وحسن الزراعة والصناعة ووسع نطاق التجارة والوسائل الصحية وأنشأ المستشفيات ووفر العناية الطبية هذه الأهداف جميعاً حققها عبد العزيز ومن حقه اليوم أن يتأمل مملكته وهو يعلم بكل ثقة أنه قد جعل من نفسه رجلاً من أعاظم رجال هذا العصر ختاماً لقد بحث هذا الكتاب تاريخ الجزيرة العربية بداية من طبيعتها وسكانها الأوائل مروراً برسالة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم ووصولاً إلى عصر النهضة الحديثة في عهد الملك عبد العزيز بن السعود رحمه الله وما تخللته من أوقات حرب وسلام ونهضة باهرة شكراً لاستماعك لخلاصة هذا الكتاب تابع حساب دارة الملك عبد العزيز على تويتر أد دارة فاونديشن وللحصول على إصدارات دارة الملك عبد العزيز بإمكانك التوجه إلى مراكز البيع التالية مركز بيع الإصدارات شارع المعذر في المقر السابق للدارة أو قاعة الملك عبد العزيز التذكارية أو مركز الباحثات وبإمكانك التواصل معنا عبر الهاتف 011-4011-999 الهاتف الآخر 011-434-8565 وللمزيد من الاستفسارات راسلنا عبر البريد الإلكتروني info at dara.org تركز دوق توافف الإلتاح نسب geh Youtuber صحيح للمزيد من التالية فض Orchestra